اوي جاء الخطوة التالية بعد تلعفر استعدادات وتأهب لانطلاق العملية بانتظار ساعة الصفر لانهاء وجود تنظيم داعش في اخر معاقله المعركة وبحسب المعطيات على الارض ستكون مشتركة بين القوات العراقية والبشمرق الكردية بحكم وقوع الحويجة ضمن محافظة كاركوك بالاضافة الى التقارب الحالي بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس الاقليم مسعود البرزاني الذي اكد وقوف البشمرق الى جانب الجيش العراقي في الحويجة تصريحات كردية خالفت الجميع اذ قال احد قادة البشمرق ان معركة الحويجة لم يتم مناقشة ملفها الى الان مع بغداد وان القوات الكردية لن تسمح بمرور اي قوة دون موافقة اربيل العملية قرر لها ان تنطلق قبل استفتاء كردستان لكن المستغرب بالامر عدم وجود تنسيق بين الاطراف المشاركة حتى الان كما لم تتضح جبهات القتال في الحويجة ومع اصرار الاكراد على ان كاركوك كردستانية وان اربيل مستعدة للتفاوض مع بغداد عقب الاستفتاء وتولد المخاوف عند البعض من وضع المدينة بعد تحرير الحويجة وكيف سيكون الاتفاق بين الاقليم والمركز في كاركوك خاصة وان الحرب الكلامية ما تزال مستعرة بين الكرد وبعض فصائل الحجد الشعبي الامر الذي يراه مراقبون انقيادا نحو صراع عربي كردي في المناطق المتنازع عليها